هذا ويتواصل توافد القادة والزعماء العرب في الوصول إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين التي تستضفها العاصمة البحرينية المنامة المقرر انطلاقها وانطلاق فعليتها غدا هذا من المقرر أن تبحث قمة الحلول السلمية الشاملة والمستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة وعلى رأسها وضع حد لمعناة الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير احتياجاته الإنسانية ونهيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ورفض التصعيد العسكري في المنطقة في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم ومنع نشوب الصراعات أو توسعها ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض قمة عربية عادية تصطديفها العاصمة البحرينية المنامة ولكنها ليست عادية من حيث الملفات والموضوعات المطروحة للنقاش أمام القادة قمة تأتي في ظروف استثنائية ارتباطا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وبجملة من الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية منذ السبت الماضي انطلقت الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين للاتفاق على خطط طريقة للتعامل مع تدعيات العدوان الإسرائيلية على غزة ووضع خطط للعمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأمس اجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لوضع الأطر العامة لمحاور الشق السياسي للقمة تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجية العرب وصولا لاجتماع القادة يوم الخميس المقبل وتعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم العربية ومن المقرر أن تتناول قمة البحرين القضية الفلسطينية من كل جوانبها وخاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة القمة العربية ستبحث كذلك الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار العمل المشترك على الصعيدين العربية والأوروبي ومع كل الأطراف الأخرى بهدف تحقيق حل الدولتين وإيجاد أفق سياسية للفلسطينيين في المرحلة المقبلة ستناقش القمة أيضا مجموعة من الملفات العربية الساخنة على رأسها الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان في ضوء الحرب الدائرة أيضا ستبحث القمة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التي جرت صياغتها من جانب مجالس وزارية نوعية مثل تفعيل عمل مجلس وزراء الأمن السيبرانية العربية واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي